موسيقى أهلا بكم في نشرة الاقتصادية تواصل مملكة البحرين مساعيها الداؤوبة في اتخاذ إجراءات إصلاحية لمعالجة العجز في موازنة الدولة واستيعاب تبعات استمرار انهيار أسعار النفط التفاصيل في سياق التقرير التالي رغم تقدم البحرين في تنفيذ خطتها الإصلاحية بإدخال الزيادات في أسعار الوقود وتقليل التكاليف على المستوى الحكومي مع انهيار أسعار النفط لجأت وكالة ستاندرد أمبورز مؤخرا إلى خفض التصنيف الاعتماني للمملكة إلى بي بي في خطوة متعمدة وغير مهنية تطرح تساؤلات عديدة حول مدى دقة عمل تلك الوكالة العالمية نحن نظن أن هذا كان تسرع من قبل الاسمبي نحن شاركنا المعلومات بإضافة إلى بنك البحرين المركزي ووزارة المالية الجهات المعنية في الحكومة شاركناهم في الأشياء الإيجابية التي نرى في الاقتصاد تسقير حجم الحكومة الخطوات التي خذت الحكومة حيث تسقير حجم الحكومة بنفسها إعادة إرشاد الدعم في بعض الأمور من نسبة حق النفط المحروقات الكهرباء والماء اللي جاي يفترض من وكالة التصنيف الاقتماني مكافأة البحرين على ما أنجزته في فترة زمنية قصيرة من خلال تحديد مواطن الضعف في موازنة الدولة وتحرك سريعا لمعالجة الاختلالات المالية دون أي تأخير يذكر وصولا إلى كبح جماح عجز الميزانية والدين العام متخذة خطوات تقشفية جريئة للحفاظ على المكتسبات الوطنية استعجلوا الاس ان بي استعجلوا شوي لأنه نظروا إلى فقط الخفاض سعر البترول وتجاهلوا اقتصاد البحرين اللي فيه مقومات تانية فبرأيي استعجلوا شوي ولكن بتعرف هذه المؤسسات عليها ضغوطات من الفين وثمانية صار عليها ضغوطاتها إلا أنه لازم يكونوا أشد و لازم يكونوا أصعب في التصنيف برأيي البحرين بدت تتخذ قرارات أو تشريعات أنها تساعد أن نرجع لمكاننا حتى لو ارتفعت كلف الاقتراض بسبب التصنيف غير الواقعي لوكالة ستاندردان بورز تبقى البحرين تمتلك سجلا تاريخيا ناصعا في تعاملها مع المؤسسات المالية وإسهاماتها في إنشاء أسواق رأس المال الإقليمية مع مواصلتها في الدفع باتجاه اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية لإعادة هيكلة الاقتصاد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع سبعة ملايين وخمسمائة وواحدا وعشرين ألفا وسبعمائة واثنين وخمسين سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال مائتين وثلاثة عشر صفقة وتداول المستثمرون خلال الأسبوع المنصرم أسهم ستة عشرة شركة ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ثمان أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وحل في المركز الثاني بنك البحرين الوطني